بنبني شوي على الكلام اللي كان يحكي فيه سياسة لأنه مواب أنا اتفق معا في المقاربة اللي قاعد يحكي بيها شفت مسالة الوعي بالزمن مهمة جدا عليش يمكن فهمها جهازها متوانسة ليسمعوا فينا طوما مش فاهمينها بالقداية لكن رأو تعديل الاربعمية وحداش وما تعليق بشيك دون رسيد سيشمل الناس الموجودين في السجن والناس الموجودين في السجن إذا كانت عدل الناس هذي ينجموا يخرجوا من السجن وتتعطى لهم أدوات أخرى للدفع أو خلاص المبالغ المالية الموجودة في شيك دون رسيد وبالتالي هذا عليش العملية يجب أن تكون عملية مستعجلة وسريعة جدا لأنه كل نهار سجن بالنسبة لنا نحن المواطن تونسي ما فهمها حتى واحد رابح لا لعطاش شيك لا لاخداش شيك الناس كلهم مش مستفيدة من مسألة دي نضيفولها المسألة الأخرى لهي المسألة العائلية وفهمها ناس موجودة في السجن يفرحنا تونس الكل أنه موما يخرجوا لأن الجريمة اللي قاموا بها ماشي جريمة كبيرة برشة جريمة متعلقة بالشيك دون رسيد كانت في فترة معينة أو في ظروف معينة هذا في علاقة بالوعي بالمسار الزمني المسألة دي النقطة الثانية اللي نحب نقولها تقريبا سياسر هو النائب العاشر أو النائب رقم 11 اللي يجي لهنا البلاتو ونسمعه تقريبا نفس الخطاب اللي النواب يقول للحكومة رجاء أسريعي في العمل هذه بصراحة ما عشنا أنا قلت أكثر من مرة نسابقة تاريخية هذه حاجة أرخت بمعنى أنه البرلمان البرلمانات في العالم الكل معروفة ببطء العمل اللي متاعها لأنه مستوى النقاش يكون موسع جدا والأطراف اللي تتناقش تكون أطراف كبيرة برشة وبالتالي يكد ديناميكية متاع العمل تكون بطيئة مقارنة بالسلطة التنفيذية اللي فيها فما رأس السلطة التنفيذية اللي ياخد القرار والجزء اللي آخر متاع الجسم متاع السلطة التنفيذية اللي يعد معناها الترتيبات متاع القرار ويكون قرارها سريع جدا في مستوى التنفيذي تولينا نشوف في صورة مقلوبة تمام والله النواب يقولوا للحكومة رجاء أسريعي في إرسال ونصوص قانونية مش نحن نقشوه في سعن خرجه هذه مسألة غير مفهومة تمام نعرفش يسكن الناس الموجودة داخل الحكومة غير قادرة أنه جاري النسق هذا مشينا حتى في مرحلة أخرى ولا نواب يستنعوا مثلا نص قانوني وما يجيهمش النص قانوني من الحكومة ولا هما ياخدوا مبادرة تشريعي يمشيوا عشرة نواب يوقعوا نص قانوني وبعد يمشيوا يدخلوا في مسارة متاع النقاش وقلهم يوصلوا قريب يكملوا النص هذا يجيهم نص مسقط من الحكومة يتعلق بنفس الملف يضطروا نواب ويخلوه جانبنا هذاك الاستئناس به كنقاش العام المعمق بش ندخلوا نحن في النص لأنه نعرف معناه مسألة تقنية هذي مشروع القانوني اللي جاي من الحكومة عنده أولوية النظر على مقترح القانون اللي جاي من النواب وبالتالي العملية ذي أخي وقتاش بش تنتهي بش نقضو هكا معناه نحن الدورة البرلمانية الأولى سمعت الخطاب هذ تو نحن على ما شيرف نهاية الدورة البرلمانية الثاني وقاعدين نسمعوا في نفس الخطاب راون تر بارانتاز راون نواب ياخذوا عطلة معناها العطلة البرلمانية اللي في الصيف ما تقوليش اللي جايين تقعد تعمل وكده هذي كمسألة نعرف أنا عندي 12 سنوات البرلمان نعرف تقعد تعمل وتعملش هذي كمسائل بنسبة لي أنا مسائل شكلية لكن الحكومة ما تاخذش عطلة بارلمانية يعني من المفترض حتى في الفترة اللي يكون فيها البرلمان في عطلة الحكومة تكون حاضرة ترسانة من النصوص القانونية وقت اللي يبدل بارلمان في العمل تبعث له ترسانة من النصوص اللي هو يناقشها بشكل سريع جدا وهو يصادق عليه وراه ومفم نقطة أساسية بش نختم بها ري النصوص القانونية صحيح مش كل شيء تحل بالقوانين في تونس مش كل شيء المشاكل اللي يكون نجم الحلو بالقوانين لكن فم مشاكل وأزمات في تونس عالقة في نص قانوني نقول لك أكثر منها فم أزمات موجودة في تونس عالقة في فصل مش في نص قانوني في فصل قانوني علش التأخر هذا الكل علش هذا يمكن جزء منه بتسمي فصل أنه تشكيل الحكومية اللي بداية مع ناجلة بودن تقريبا قاد منها وزير وحيد أو قريبا أكثر من 90% من الوزراء غادروا تشكيل الحكومية لأنه نسق العمل المتاعهم بطيء جدا وهذا ينعكس على عمل الحكومة ثنين ينعكس على البرامين ثلاثة ينعكس حتى على الستريكتور اللي تحت الحكومة بما فيه الولاة والمعتمدين والعمد وبالتالي رجاء نعاود نقول نفس الكلام يقوله فيه نواب رجاء الحكومة دي إما أنه الوزير يسرع في العمل المتاعه أو يغادر منصب المتاعه